في الفيديو ده هقولك زي ممكن تعمل سري دي انيميشن باستخدام الذكاء الاصطناعي بدون اي خبرة في برامج المنتاج او برامج الانيميشن وبطريقة سهلة ومجانية تقدر استخدامها في عمل الكثير من الفيديوهات الانيميشن ما اجمل هذه الجمال الملتوي؟ وخلا نبدأ في الشرح ولكن بعد الانترو السلام عليكم انا احمد ودي قناة منوستر معلومات لأول مرة تتفرج على القناة اكد ان انت عامل لايك واشتراك عشان تتابع عندنا كل جديد واستمرارا في تعليمك صناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي فاحنا قدمنا فيديوهات كتيرة جدا ازاي ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي في حاجاتك كتيرة جدا ممكن ترجع لها وفي الفيديو ده هعلمك ازاي ممكن تعمل فيديو سريدي انيميشن زي اللي شفنا في اول الفيديو ويالله بينا نبدأ اول خطوة معنا وهي المحتوى اللي احنا هنعمل به سريدي انيميشن يعني احنا محتاجين حاجة نعمل لها سريدي انيميشن وعشان نجيب فكرة نستخدمها نعمل لها سريدي انيميشن هنستخدم موقع اسمه جرافتي رايتر والموقع ده بشكل مجاني تقدر تستخدمها هتضغط على ستارت رايتنج فور فري هنطلب منك تسجيل دخول هتعمل لوجئنا وممكن تسجل باميل جوجل عادي هنروح بعد كده على فيلم ميكنج تولز هنختار عليها وبعد كده نختار على اي 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 فيلم سكريبت رايتر بعد كده هنا هتكتب نوع الفيلم مثلا فانتازية ولا عايزه رومانسي ولا عايزه ايبك ولا عايزه ايب الظبط فنكتب مثلا فانتازي وهنا هتكتب الستايل بتاع الفيلم هنكتبه مثلا سري دي هنا هتكتب الوقت بتاع السكريبت اللي انت عايزه يعني عايزه يتعمل في كام سانية ممكن تكتب 40 سانية ديئتين حسب ما انت عاوز فانا هكتب مثلا 30 سكن ممكن هنا بعد كده هتكتب يعني لو في دماغك فكرة معينة عايزة تعمل لها سكريبت ممكن تكتب هنا اي اسم لأي قصة وهو يعمل لك حاجة شويها بيها ما عندكش اي فكرة هتضغط بعد كده على وهو هيبدأ ينشئ لنا القصة بتاعتنا ويعمل لنا السين بتاع القصة او المشاهد بتاعت القصة زي ما حتركوا شايفين هو كاتب اجزاء من القصة وبيكتب لنا الوصف بتاع القصة دي او المشهد ده هيكون فيه اين بس هو كده خلص خطوة اللي بعد كده هنحتاج نولد المشاهد اللي احنا شايفينها دي هنبدأ بيها نولدها كصورة وبعد كده نحاول الصورة دي الفيديو ونستخدم المشهد ده ونخليه سري دي طب ازاي ممكن نعمل خطوات دي في البداية هنستخدم موقع بلاي جراوند الموقع ده مجاني تقدر تعمل فيه بشكل مجاني بالكامل وتستخدمه ببلاش وتضغط على كريات هنا هينقلك على وجهة دي تقدر تقفل كل حاجة وانا شرحت البرنامج ده بالتفصيل بعد كده هتضغط هنا على فلاتر وتقطار اناميشن بعد كده هنحتاج نكتب البرومبت عشان تكتب البرومبت لازم ان يكون دقيق عشان يطلع لك المشهد ده بالزبط فما تشيلش هام كل اللي عليك اللي انت تحدد النص ده او تضغط على كوبي هنا بعد كده هتروح هنا في نفس الموقع هنروح على فيلم ميكينجي تولز هنلاقي فيها برضو اداة اسمها اي 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 اميش جينيريتور هنفتحها وناخد النص ده نعمل له كوبي كده ونروح نضعه هنا بعد كده هنكتب برضو نوع الفيلم فانتازي بنفس الطريقة والاستيل بتاعه سري دي برضو بنفس الطريقة بعد كده هنضغط على create content خطوة دي عشان يطلع لنا البرومبت اللي احنا هنستخدمه في انتاج المشاهد بتاعت الصور بعد كده هناخد البرومبت ده ونعمل له كوبي طبعا كل برومبت من دول خاص بمشهد ونقدر نستخدم موقع بليجروند اي اي هتضع البرومبت هنا بعد كده هتضغط على generate طبعا تقدر تحكم في ابعاد الصورة من هنا وتتحكم في عدد المخرجات كم صورة عايزة تطلع لك في المشهد الواحد تقدر تتحكم فيها برضو من هنا كمان عندنا موقع ليوناردو اي 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 تقدر تستخدمه تضع البرومبت هنا وبعد كده تضغط على generate هيولد لك الصور حسب ما انت عاوز زي ما هترككم شايفين هو طلعاني اول مشهد تقدر تفتحه وتتعمل له دول لود من هنا وهكذا هتاخد مشهد مشهد وتعمل له توليد بنفس الطريقة ونضغط generate دي النتيجة بتاعت ليوناردو اي 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 ده المشهد الثاني طبعا هتعمل مشهد مشهد وتحملهم عندك خطوة اللي بعد كده وهي تحريك الصور دي وتحويلها الى مشهد سري دي الخطوة دي هنستخدم موقع اسمه رانوي تقدر تسجل فيه بشكل مجان هتضغط على sign up it's free لو ظهرت لك الوجهة دي كله عليك انت تتجرب فوقت تاني عشان بيكون عندهم ضغط على السيرفر بتاعهم وتضغط على refresh page او ممكن تدخل فوقت تاني تقدر طبعا تسجل من خلال ايميل جوجل تفتح لك الوجهة دي كله عليك هتنزل لتحت وتختار text او image to video اضغط بعد كده على skip وان هنا كله عليك ان انت تعمل على upload file وترفع الصورة اللي انت عايز تحولها المشهد هنرفع المشهد الاول بعد كده هتضغط على generate هننتظر لحد ما يخلص ويبقى 100% وهنلاقي الفيديو بتاعنا ظهر بعد الانتهاء هتظهر لك الوجهة دي وهتلاقي المشهد بدأ يتحرك معك كله عليك هتضغط على كلمة download هنا عشان تحمل المشهد عندك بنفس الطرية دي هتعمل المشاهد كلها بعد ما حملنا الصور وحاولناها كلها الى مشاهد فيديو خطوة اللي بعد كده لو انت عاوز تحول القصة بتاعتك دي لصوت مقروع عشان تركبه على المشهد بتاعك ممكن تعمل خطوة دي او ما تعملهاش دا يرجعلك ولكن عشان تحول النص ده اللغة عربية كله عليك انت تعمله copy كده وتروح على شات جي بيتي وهنقول له قاعد كتابة القصة التالية باللغة العربية ونعمل له لصق للقصة هتلاقيه مباشرة راح قلبها لك لغة عربية تقدر تاخد منها الاجزاء اللي انت محتاج تتقرأ يعني عندك دا المشهد وده الكلام اللي بيتم قرأته ممكن تاخد الكلام اللي بيتم قرأته ده عشان تسجله ولو عايز تسجله ممكن تستخدم الموقع shrivy labs تقدر تستخدمه بشكل مجاني كله عليك ان انت هتضع النص هنا ناخد النص ده كده ونضعه هنا وناخد النص التاني برضو ونضعه بالشكل ده كذلك ممكن تجيب النصقص كلها تختار هنا الاسوات فيه اسوات نسائية واسوات رجالية فانا اختار مسلا صوت بيلا هو اسم الشخصية اصلا في الكارتون اسمها بيلا بعد كده تضغط على كلمة generate بعد كده تضغط على download وكده انت هيبقى حملت الصوت بتاعك عايزين نجمع المشاهد دي كلها ونحاولها الى فيديو وتقدر تستخدم اي برنامج مونتاج عندك او ممكن تستخدم موقع تقدر تستخدمه بشكل مجاني وتجمع عليه الفيديو بتاعك يعني كأنه برنامج مونتاج عندك تقدر تستخدمه على المصفح كذلك ممكن من خلال الموبايل اي برنامج مونتاج يقدر يافي بالغرض تضغط على create new video هنا وتجمع المشاهد وتضع عليها الصوت طبعا ممكن تحتاج صوت او موسيقى خاصة بالكارتون ممكن تروح على موقع بيكسي باي تحمل منه بشكل مجاني تختار على music هنا بعد كنت تبحثين على اي اسم موسيقى هيظهر لك وانا هبحث مثلا على magical forest واختار من هنا music هيبدأ يظهر لي الاصوات دي تقدر تحمل الصوت اللي انت شايفوا منها مناسب وناخد الصوت نركبه على الفيديو وفي الاخرى هتلاقي النتيجة دي معاك ما اجمل هذه الجمال الملتوي؟ طبعا ده شرح بسيط خالص ممكن تستخدم ممكن تحدد نوع من القصة معينة تصميم معين شخصية معينة تبدأ تطلع معاك نتائج بشكل افضل لكن انا حبي توريتك بس الطريقة ازاي ممكن تعمل بيها 3D animation بطريقة سهلة وبسيطة وهي جميع المواقع اللي تم استخدامها في الفيديو ومجانية تقدر تستخدمها بشكل مجاني بالكامل زي ما انت شفت كده معايا في الشرح طبعا بعض المواقع لها المت معين لكن تقدر تستخدمها بشكل مجاني وتنتج بيها اي فكرة في دماغك او تخصص الفكرة اللي في دماغك عشان تطلع معاك بشكل افضل من ده وفي النهاية اتمنى تكون استفدتم الفيديو جميع روابط هسيبها لك في الوصف تنساش شوف فيديوهاتنا تانية عن صلعة المحتوى باستخدام الزكار الاصطناعي وعمل فيديوهات كارتون باستخدام الزكار الاصطناعي كان معكم احمد من قرارات منستر المعلوميات وسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة